بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طالبات وطالبات الصف الثالث العدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاوة متجدد تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم فرض الله الكثير من العبادات على الإنسان ومن هذه العبادات التأمل والتفكر في خلق الله ومن هنا ومن التأمل ومن التفكر يصل الإنسان إلى عظمة خلق الله عز وجل فابقوا معنا التأمل من أعظم العبادات التي يصل بها الإنسان إلى قمة الإيمان بالله عز وجل وقد أمرنا الله في آيات كثيرة بالتأمل والتفكر في خلق الله ومن هنا نستنتج أن عندما ينظر الإنسان ويتأمل في مخلوقات الله يزداد إيمانه وتصديقه وقربه من الله عز وجل فييوم سنتحدث عن بعض مخلوقات الله التي ينظر الإنسان إليها بإهمال وإذا نظر إليها باهتمام وتأمل وتفكر يزداد إيمانه وهي حبة القمح ونوات البلح فالقوا الحب والنوى حبة القمح ونوى البلح فلنشاهد هذا الفيديو أولا ثم نستكمل درسنا إنك لا تنظر إلى حبة القمح أو نوات التمر فتحسب أنك إنما تنظر إلى قطعتين من الجماد الأصم الأخرص كأنهما حصاتان ألقت بهم الأحداث ثم أهملتهما على أرض يباب وقل ما يطوف بذهنك أن ما أمامك خزانتان اختزانت طاقة حيوية جبارة القوى تنتظران الظروف المواتية ومعها مشيئة الخالق جلت قدرته وتدبيره وحكمته إذا بحبة القمح تتفتح عن عود حي يتغذى من الأرض طعاما ويرتوي من ماء المطر شرابا ويستمد من الهواء ومن الضياء فاعلية ونماء حتى ينتهي إلى حمل من سنابل تحمل كل سنبلة منها حبات من القمح تعد بالعشرات وكذلك تتفجر نواة التمر عن عملاقة من النخل ترفع رأسها لتبلغ ما بلغته الأبراج العالية لولا أن هذه الأبراج البشرية مصمطة الصخر لا فعل لها ولا تفاعل أما النخلة السامقة فمن عناصر الأرض طعامها ومن غيث السماء سقياها تحمل في جوفها سر الحياة لتطرحه كل عام عراجين مثقلة بثمارها حمراء أو صفراء كأنها عناقيد الياقوت والذهب صاطعة في ضوء الشمس اللهم سبحانك أمن الطراب ألوان بهية وطعوم فيها حلاوة فانظر يا أخي إلى الفارق البعيد بينما رأته العين حبة ونواه كانت في رؤية العين كأنهما جماد لا يحس ولا يعي فإذا هما وقد شاء لهما خالق الكون أن تواتيهما عوامل الغذاء والماء والهواء والضياء تبديان العجب وتخرجان العجاب فالق الحب والنواة الله عز وجل أبدع في خلقه وأمرنا أن نتأمل في خلقه لكي نصل إلى قمة الإيمان فهذا درس يدعونا إلى التأمل في بعض مخلوقات الله وهي حبة القمح ونوى البلح إنك لا تنظر إلى حبة القمح أو نواة الطمر فتحسب أنك إنما تنظر إلى قطعتين من الجماد الأصم الذي أو الأخرص كأنهما حسيطان ألقت بهما الأحداث ثم أهملتهما على أرض يباب وقل ما يطوف بزهنك أن ما أمامك خزانتان اختزانتا طاقة حيوية جبارة جبارة القوى تنتظران الظروف المؤاتية ومعها مشيئة الخالق جلت قدرته وتدبيره وحكمته في البداية بيدعوك الكاتب أو يقارن الكاتب بينه عندما تنظر أو تقع عينك على حبة قمح أو نواة بلح نواة طمر فتنظر إليهما كأنهما شيئا لا قيمة لهما كأنهما حصاتان ولكن قل ما يطوف بذهنك أو يأتي في ذكرك أو في عقلك أنك تنظر إلى خزانتين من الطاقة الحيوية الجبارة فيقول إنك لا تنظر إلى حبة القمح أو نواة الطمر فتحسب أنك تنظر إلى قطعتين من الجماد الأصم الأخرص الذي لا يسمع ولا يتكلم كأنهما حصاتان مجرد حاجرين لا قيمة لهم ألقت بهم الأحداث اترموا في هذا المكان ثم أهملتهما في أرض يباب يباب يعني خراب أو خالية وقل ما يطوف بذهنك يعني نادرا ما يأتي في عقلك أن ما أمامك خزانتين اختزانتا طاقة حيوية جبارة بداخل حبة القمح طاقة حيوية جبارة وأيضا بداخل نواة البلح تنتظران الظروف المواتية الظروف المهيئة التي تساعدها ومعها مشيئة الخالق إرادة الله عز وجل جلت عظمت قدرته وتدبيره وحكمته وإذا عندما تضع حبة القمح أو نواة البلح في أرض يباب في أرض خراب خالية وإذا معها مشيئة الله وإذا بحبة القمح تتفتح عن عود حي تخرج من داخلها عود حي يتغذى من الأرض طعاما ويرتوي من ماء المطر شرابا ويستمد من الهواء ومن الضياء فاعلية ونماء ونمو وكبر حتى ينتهي هذا الأمر ينتهي إلى أن حبة القمح بعدما أخرجت عود حي تحمل سنابل جمع سنبلة تحمل كل سنبلة منها حبات من القمح تعد بالعشرات وكذلك وبنفس الظروف المواتية المهيئة تتفجر نواة التمر عن عملاقة من النخل ترفع رأسها لتبلغ ما بلغته الأبراج العالية لو لا ما الفرق بين النخل وبين الأبراج التي ينشئها الإنسان لو لا أن هذه الأبراج البشرية مصمطة الصخر لا فعل لها ولا تفاعل لا تنمو ولا تكبر أما النخل السامقة أما النخل شديدة الارتفاع فهي دوما تنمو وتكبر وتخرج لنا بلحا طيبا وأما النخل السامقة شديد المرتفع بشدة فمن عناصر الأرض طعامها تأكل من عناصر الأرض طربة ومن غيث السماء مطر السماء سقياها تحمل في جوفها بداخلها سر الحياة لتطرحه كل عام عراجين مثقلة عراجين جمع رجون وهو شكل العنقود زي عنقود العنب كده نجد أن البلح برضو يخرج على هيئة عراجين أو عناقيد مثقلة بثمارها ثقيلة حمراء أو صفراء كأنها عناقيد الياقوت والذهب لكن هنا يشبه الكاتب عراجين البلح الحمراء بالياقوت وعراجين البلح الصفراء بالذهب والذهب ساطعة في ضوء السماء أو في ضوء الشمس فالك الحب والنوا اللهم سبحانك تعاليت وتعظمت وتنزهت عن أي نقص أمن الطراب ألوان بهية وطعوم فيها حلاوة لا بد كل إنسان مننا أن يتأمل في خلق الله عز وجل فانظر فانظر يا أخي فانظر إلى الفارق البعيد بص كده شوف الفرق البعيد الشديد بينما نظرت إليه في بداية الدرس أو في البداية إلى أنهما حصاتان لا قيمة لهما وبين الآن بينما رأته العين حبة ونواه لا قيمة لهما كانتا في رؤية العين كأنهما جماد لا يحس ولا يعي فإذا هما وقد شاء لهما خالق الكون الله عز وجل أن تواتيهما عوامل الغذاء والماء والهواء والضياء عوامل الغذاء من الأرض الماء من الغيث من المطر والهواء والضياء تبديان العجب ما يعجب له الإنسان أشياء عجيبة جميلة من الطراب تخرج طعوم بهية جميلة شوف بعض معاني الكلمات التي وردت في الدرس أول حاجة نواه هي بذرة والجمع نواه ونواهات خزانتان مفردها خزانة وهي كل مكان يخزن فيه والجمع خزائن الأخرز العاجز عن الكلام والجمع الخرس والخرسان والمؤنس الخرساء الأصم العاجز عن السمع والجمع الصم والصمان والمؤنس الصماء يباب خراب أو خالية ومضدها عمار المواتية المناسبة والمهيئة حصاتين يعني حجران صغيران والمفرد حصاء والجمع حصاء وحصين مشيئة إرادة مشيئة الله جلة عظمة يطوف بذهنك يعني يخطر ببالك وجمع ذهن أذهان يرتوي يعني يشرب والمضاد يضمأ يستمد بمعنى يأخذ الهواء الجمع أهوية فاعلية يعني تأثيرا وتفاعلا نماء النمو اللي هو الكبر وارتفاعا سنابل جزء النبات الذي يتكون فيه حبوب القمح ودرأتي مع بعض الأسئلة الواردة من بنك المعرفة في الدرس دعوة إلى التفكر والتأمل طبعا الدرس بيدعونا إلى أن احنا نتفكر ونتأمل في خلق الله عز وجل يبقى الجملة دي جملة صحيحة بس في البداية كده دعونا يعني نتذكر سويا قلنا قبل كده لما ييجي الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة بيتقدم الخبر على المبتدأ فلما أقول في الدرس دعوة يبقى دعوة هنا مبتدأ مؤخر دعوة مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعية الضمة وفي الدرس فيه حرف جر الدرس اسم مجرور بفيه علامة جره الكسرة ويبقى هنا ده خبر شبه جملة مقدم يبقى لو أنا حطيت خط تحت كلمة دعوة في الدرس في الدرس دعوة دعوة يبقى هنا دعوة مبتدأ مؤخر لما أقول في الفصل طلاب يبقى طلاب أيضا مبتدأ مؤخر إلى التفكري والتأمل يبقى دي طبعا جملة صحيحة اتخذ الكاتب نواة الطمر وبذرة التين مثالين لتأكيد فكرته طبعا هذا الكلام خاطئ لأن الكاتب تكلم على نواة البلح أو الطمر ومع بذرة القمح وشفنا إزاي ينظر إليهم الإنسان في البداية كأنهما حصاطان لا قيمة لهم ثم تحدث مشيئة الله عز وجل ثم يأتيان إليهم الظروف المواتية المهيئة لهم المطر وغذاء من الطربة من الأرض والهواء ونور الشمس ثم تفجر عن عملاقة سامقة اللي هي النخلة وعود حي اللي هو القمح ويخرج لنا عود القمح سنابل تحمل عشرات الحبات من القمح والنخلة تخرج لنا عراجين مثقلة من البلح الأحمر والأصفر كأنهما الياقوت والذهب فاتخذ الكاتب نواة الطمر وبذرة التين مثالين لتأكيد فكرته طبعا إجابة خاطئة لو إحنا عايزين نصحح هنقول اتخذ الكاتب نواة الطمر وبذرة القمح مثالين لتأكيد فكرته شبه الكاتب عراجين النخل بإيه الكاتب شبه عراجين اللي هي عناقيد أو شكل العنقود بتاع النخل بحكتين بأنهم الياقوت نسبة إلى اللون الأحمر أو الزهب نسبة إلى اللون الأصفر يبقى البلح الأحمر مثل الياقوت والبلح الأصفر مثل الزهب فنقول الزهب الساطع أم عناقيد الياقوت أم الاثنين معا يبقى هنقول الاثنين معا طيب يتغذى القمح من الغذاء والماء حتى يحمل القمح يحمل عراجين لأ آه سنابل وعناقيد يبقى احنا نختار سنابل بس نتذكر كده سويا مين في الثلاث اختيارات دول اللي ينفع يبقى صيغة منتهى الجموعة الممنوع من الصرف هنا عندنا عراجين بعد الآلف ثلاثة أحرف وسطهم ساكن وكلمة سنابل أيضا بعد الآلف حرفين حرفين وعناقيد بعد الآلف ثلاثة أحرف وسطهم ساكن يبقى الثلاثة يجوز انهم يكونوا ممنوع من الصرف يعني ما ينفعش هنا المفروض الكلمة اللي تتحط هنا تبقى مفعول به فما ينفعش ان انا انون ولا واحدة فيه ولا اقول عراجينا ولا سنابلا ولا عناقيدا لا تأتي بدون تنوين لان ده ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين يبقى كلمة سنابل كده ابناء وبنات الطلاب قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا احب اذكركم بالتأمل في خلق الله عز وجل وان كل واحد ينظر الى خلق الله عز وجل ليزداد ايمانه ويزداد صدقه ومراقبة الله له واعلم ابن الطالب وابنتي الطالبة ان الله سبحانه وتعالى ينظر اليك في كل وقت وفي كل حين ويراك حتى ان كنت غائبا عن والديك فالله عز وجل هو الذي يراك وجعل الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات او دلاء القدرة ليزداد يقيننا به فعندما تنظر الى سلك قهرباء مثلا يسير فيه القهرباء فنحن لا نرى القهرباء ولكن نشعر بتأثيرها فتضيء لنا المصابيح والتلفاز والاجهزة فلا نراها ولكن نرى اثرها وايضا الله عز وجل لا نراه وهذه لحكمة يعلمها الله عز وجل ولكن نرى تأثيره وعظمة خلقه في كل شيء فحضرتك او فحضرتك انظر الى المرآة وانظر الى خلق الله عز وجل الذي خلقك عليه ومن هنا يصل الايمان الى قلبك ويزداد ايمانك ايضا عندما تنظر الى مخلوقات الله انظر الى الابل كيف خلقك انظر الى السماء كيف رفعت انظر الى الارض كيف سطحت انظر الى الكون من حولك تستطيع ان تصل الى عظمة الخالق عز وجل وهو الله عز وجل الذي خلق كل شيء فاحسن خلقه واحسن تدبيره فهذا الدرس يدعونا الى التأمل والتفكر في خلق الله واختار الكاتب واختار الكاتب مثالين يراهم كل انسان ليشعر بعظمة الخالق عز وجل هما نواة البلح وحبة القمح فبعد ارادة الله ومشيئة الله نجد هذين الشيئين الذي ينظر اليهم الانسان وكأنه ينظر الى شيء لا قيمة له في البداية وقد اراد الله سبحانه وتعالى ان يثبت عظمته وقدرته فعندما نقوم بزراعة مثلا خمس حبوب مش كل يطلع من اللي يطلع من اراد الله سبحانه وتعالى ان ينبت له ان هو ينبت فنجد ان حبة القمح تخرج لنا عودا حيا فيه سنابل وفيه عشرات الحبات من القمح وايضا نواة البلح الصغيرة تخرج لنا العملاقة السامقة التي تنافس في ارتفاعها الابراج المصمطة العالية التي يقيمها الانسان غير ان الابراج هذه مصمطة لا قيمة لها من الحجر من الصخر لا ينمو ولا يكبر اما المخلة العظيمة اللي هي من قلق الله عز وجل تنمو وتكبر وتخرج لنا ثمارا بهية جميلة ليدعو الانسان ربه ويرى عظمته في كل شيء خلقه كنا نكون وصلنا الى نهاية حلقتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى وعد بلقاء متجدد آخر ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة